من أكتر الموضوعات اللي شغل الناس حالياً على السوشال ميديا هو موضوع ترشيد الكهرباء وهنا عايز أوضح أنه تقريباً موضوع ترشيد الكهرباء من المواطنين ده موضوع متعرف عليه جداً في كل البلاد الكبيرة والمتقدمة وبالمناسبة الناس بتعمل ده بنفسها في العادي من غير ما يكون فيه انقطاع للكهرباء أو يكون فيه أي شيء يعني باقتصار كده الموضوع بقى اسلوب حياة بالنسبة لهم وبما أن الموضوع ده بقى شاغل بالناس كتير وليقينا كتير من الناس بيسألوا على السوشال ميديا إزاي نقدر يا جماعة نرشد الكهرباء هل فيه أي أسليب أو أفكار ممكن تساعدنا أن ده يبقى فعلاً اسلوب حياتنا بشكل عام فقررنا أننا نتكلم أن نعرض عن الموضوع ده ونشوف معكم إزاي نقدر نخلي ترشيد الكهرباء اسلوب حياة بالنسبة لنا